يبدأ يومه منهمكاً بالعمل على خلاف أقرانه فراس طفل عراقي نزح رفقة أسرته إلى مدينة أريحة عبان المعارك في العراق وقد اضطر للعمل في ورشة الميكانيك هذه عقب إفلاسه من إكمال دراسته لعدم وجود أوراق ثبوتية ناهيك عن حاجة أسرته لما يجنيه تعب جسده الغض جيت تعلم المصلحة، تركت المدرسة جيت لهون، اتعلم نحن نسعين من العراق، جينا على ريحة قدمت المدرسة، ما قبلوني مشانه عمري كبير، الثاني شيء، أوراق ظلت هناك بالعراق جيت لقدم بالخاصة، ما كنتسبب الفلوس، ما قبلوني أنه بدهم مصرات وشيء غالية طبعاً جيت لها تعلم مصلحة، وساعد أبويه وتعلم مرشة الميكانيك وهيك في أماكن غير بعيدة عن التي يعمل بها فراس ثمت أطفال سوريون حالهم كحاله تختلف الأسباب التي تسرق طفولتهم وتحريمهم من حقوقهم التي نصت عليها الشرعية الدولية من جانبهم يقول أصحاب المهن إنهم غير مرحبين بعمالة هؤلاء الصغار وخصوصاً للخطر منها لكن ترد الأوضاع المعيشية في المنطقة هي السبب الرئيس خلف العمالة أنا بالنسبة للأولاد الصغار أنا ما بحب شغل الأطفال عندي طاول ما بحب شغلهم بس بيجي عمه بيجي خاله بيكون أبوه شهيد بيجي يعلمهم مصلحة مشان يبني مستقبله بيجي تكاليف الدراسي غالي بيجي يبني مستقبله مشان يشتغل ويعيش أهله ويعيش أخواته مشان أوضاعها ليس من السهل الحصول على إحصاءات دقيقة لعمالة الأطفال والمتسربين عن مقاعد الدراسة لكن منظمة اليونسيف تقول إن أربعة من بين خمسة أشخاص من السوريين يعيشون تحت خط الفقر ما يدفع الأطفال إلى المحال الصناعية في محاولة لمساعدة أسرهم على سد الرمق يكابد الأطفال هنا واقعا مؤلما بين حرب دمرت مستقبلهم وبلادهم ومعاناة تكبر سنية عمرهم بكثير وفي يومهم هذا هل سيلتفت العالم إليهم أم لا حياته لمن ينادون مصطفى الخلف الرافدين إدلب